خلاص تمانية واربعين ساعة او اقل شوية وتبدأ مباراة القمة مباراة الزمالك والاهلي زمالك والاهلي في السوبر المصري مباراة على ارض ابو زبي ان شاء الله تبقى مباراة محترمة وممتعة ومثيرة وفيها كل حاجة حلوة في الكورة حلوة كل حاجة حلوة وبس في ناس تتحدث يقولك لو الزمالك خسر هذه المواجهة هيحصل وهيحصل وهتبقى دي بداية النهاية وفي ناس تقولك لو الاهلي خسر هذه المواجهة هل ازمات تزيد ويحصل مشاكل وتحصل كوارث والمدرب يمشي والكلام ده كله لا السوبر في كل العالم ما بيبقاش كده السوبر في كل العالم هي مباراة رسمية صحيح سيح مباراة احتفالية لا تؤثر ابدا في شكل الموسم منشستر سيتي كان خسران الدرع الخيرية قبل بداية الموسم مباشرة اللواء السوبر في انجلترا من ليفربول وانت اديك شايف منشستر سيتي فين وشايف الليفر فين في الدول ملاهش عدوكة ملاهش مقاييس ملاهش مين الافضل او مين الاسوأ او مين اللي هيكمل الموسم سيء او هيفضل خسران ومين اللي هيكمل الموسم كذبان طبعا بطولة وهتحسب للا هيكسبها وهي اصلا مباراة الكمة بطولة في حد ذاته مباراة الاهلي والزمالك الزمالك والاهلي بس خلونا نستمتع خلونا نمبسط طبعا طبعا بس من غير أفورة من غير مبالغات من غير لقدة الله أزمات خلوا المباراة تمشي حلوة وأنا أعطاك إن شاء الله الأمور هتمشي حلوة الأمور هادئة الأمور لطيفة جماهير إن شاء الله في الإستاذة هتمل المدرجات كالعادة جماهير حلوة جماهير أهلي وجماهير الزمالك اللي بيبقى شكلهم حلو جمهور النادي الأهلي العظيم في الإمارات وفي كل حتة في الدنيا جمهور نادي الزمالك العظيم في الامارات وفي كل حتة في الدنيا يشجعوا ويسندوا مدرجات حمراء ومدرجات بيضاء جماهير هنا من الاهلي وجماهير هنا من الزمالك يهتفوا لفريقهم كل واحد يهتف لفريقه شجع فريقك ساند فريقك انسى الخصم انسى المنافس بمعنى اضق انسى انسى اللي قدامك لا تعمل ازمة لا تعمل مشكلة وتروح تتنرفز وتتعصف في المباراة تراح فرحان لو انت عايش مثلا في الامارات لو مش مسافر من هنا كمان انت شايف الاهلي والزمالك شايف فرق مصرية موجودة على الارض الامارات رايح تستمتع بيهم رايح تقضي يوم حيل وانت واسرتك وصحابك رايح تنبسط لا تفكر انا هتضايق على مين ولا هتطول على مين ولا هعمل ازمة المين ولا هتخنيق مع مين ولا انا رايح النهاردة عشان ههاجم فلان وهنطقت فلان وهاشتن فلان ولا الهوى وهشجع فريقك انت مشجع اهلي اوه دول اهلي 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 تسعين دقيقة مشجع للزمالك زمالك 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 تسعين دقيقة لايفرق معاك بقى مين اللعب اللي مده اصلي مين ده اللعب ده اصلي عمل مش هيقول اللعب ده اصلي بيعمل ايه اصلا انا هحاول بقى ايه اهز المنافس ان انا روح ما هاجمه انسى شجع فريقه طيب هقولها لك بطريقة ما فيهاش تنظير شوية عشان برضو انا عارف ان الكلام ده احيانا للمشاجع الكرة المتطرفة والمتعصب قوي ده لاعب فريقك تعالى ندي مثال تعالى ندي مثال امثلة سهلة يعني افشة هنا وشكبالة هنا افشة في الاهلي وشكبالة هنا هل افشة هيبقى مبسوط اكتر من جمهور النادي الاهلي وهو مثلا يعني يهاجم شكبالة لا هيبقى مبسوط اكتر بكتير لو جمهور النادي الاهلي قعدت تشجع وتنده باسم اكيد وهتحفزه وهتحمسه بالنحة التانية جمهور النادي الزمالك او شكبالة هيبقى مبسوط لو جمهور نادي الزمالك مثلا بيهتف ضد أفشة لا هيبقى مبسوط أكتر لو جمهور الزمالك عما لا تقولش كبالا وبتشجعه فاللعب بتاع فريق هيبقى محتاج تشجعك ليه مش الهداف ضد لعب الخصم أو لعب المنافس فكر فيها بالطريقة دي هتلاقي نفسك رايح بتشجع في لئتك وبس ببساطة شديد طيب